طلبة وطالبات الدبلوم التجاري شعبة إدارة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في مدرسة على الهوى إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ حلقة جديدة من حلقات محاسبة الضرائب بإذن الله إن شاء الله هنبدأ الحلقة الثانية معكم في موضوع ضريبة النشاط التجاري من محاسبة الضرائب إحنا كنا شرحنا قبل كده محاسبة ضريبة المرتبات وقلنا خدنا معرفة أو جزء عن محاسبة الضرائب وقلنا محاسبة الضرائب دي خاصة بشعبة إدارة عندنا إن شاء الله في الدبلوم حوالي أربع شعب شعبة الأولى شعبة تأمينات وفيه شعبة إدارة وفيه شعبة قانون وفيه الشعبة تسويق أو الشعب الرابع بتاعتنا تسويق كل شعبة من دول بتدرس محاسبة معينة يعني أنا عايز أقول برضو الأربع شعب كل شعبة منهم مختصة بمحاسبة معين إحنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ معكم حلقة جديدة على قناتكم المميزة قناة مصر التعليمية وبرنامج مدرسة على الهوى نبدأ إن شاء الله على بركة الله منهج محاسبة الضرائب وهنبدأ بموضوع مهم جدا وهو الضريبة على النشاط التجاري والخاص بالعمارات المبنية أو السكنية والأراضي المقسمة للبيع قبل ما هبدأ موضوعنا النهاردة لازم برضو نتعرف على بعض الحاجات في محاسبة الضرائب إيه أهميتها محاسبة الضرائب من المواد المهمة جدا ثالثة تعتمد اعتماد أساسي على الفهم مش هنقولها تعتمد على الحفظ برضو عايزين نقول للمحاسبة بتحتاج منك تطور بتحتاج مننا تطور بتحتاج مننا إن احنا كل السنة بنلاقي فيه تغييرات في نسب ومؤشرات حسب القوانين التشريعية التي تصدر عن الدولة فاحنا دلوقت هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في محاسبة الضرائب إزاي نقدر نحسب الضريبة وإيه معنى الضرائب وبرضو حاجة مهمة جدا معنا لازم نعرف أسئلة الامتحان بتيجي إزاي إيه الأسئلة أنا ممكن أحلها طبعا بسهولة وتبقى سهلة بالنسبة لي إيه الأسئلة اللي محتاجة مني إن أنا أتعب شوية عايز أقول لكم دلوقتي إن أنا معاكم إن شاء الله طول السنة بإذن الله نقدر نوصلكم المعلومة ونقدر نخليكم تركزوا وتحلوا متحان إن شاء الله بنقول المحاسبة أساسي في المدارس التجارية وخصوصا أنتم بشعبة إدارة في محاسبة الضرائب قلت تنقسم ست موضوعات أو إحنا بنقول عليهم ست أسئلة الست موضوعات دي من الموضوعات المهمة جدا 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 بالنسبة لكم ويارد تركزوا شوية وإنتوا بتذكروا جهازوا أدواتكم اعتمدوا على كتاب المدرسة وعلى الامتحانات السابقة وابدأوا مرانوا نفسكم المحاسبة لازم اعتماد أساسي عليها على حل التمرين وعلى الاعتماد على الكتابة وإن أنا أفهم الموضوع بيجي إزاي الموضوع مش صعب نتطمن في بداية السنة تكون إن شاء الله السنة سعيدة عليكم بإذن الله وتبدأوا تحققوا حلمكم إن شاء الله الوصول للجامعة بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا لكم خد الموضوع ببساطة شوية ما تحاولش تبقى الدنيا بالنسبة لك صعبة ما تحاولش تعقد نفسك قلت المحاسبة عشان برضو كان الامتحانات السنين اللي فاتت لو جات فكرة أو جات حاجة جديدة بالنسبة لي لا أنا مش عايز أعتمد على أن أنا أحفظ المد عايز أفهمها الأول وأعرف الأسئلة بتاعت إيه إحنا هندرس السنة دي إن شاء الله ست موضوعات في المحاسبة وقلنا الضريبة لو أنتم فاكرين إن شاء الله في الحلقة اللي فاتت يعني أنتم فاكرين معنا قلت إيه عن الضريبة هي ضريبة نقدية تفرضها الدولة على الأشخاص والشركات ده تعريف الضريبة كلنا في بيوتنا كلها عارف يعني ضريبة ويمكن أي حد مننا لو والدك أو والدك أخوك أي حد شغال في مكان المكان ده بيدفع فيه ضرائب سواء إذا كان حتى عنده مصنع لو عنده شركة لو شغال أي وظيفة حكومية أو غير حكومية لازم يدفع ضرائب فقلنا برضو إن الضريبة دي إجبارية تفرض على الفرض لصالح الدولة للصرف على نفقات الدولة المختلفة طيب وبعد كده قلنا إيه هم الضريب اللي إحنا مقررة علينا أو إحنا في دبلوم شعبة إدارة سنة ثالثة هندرس إيه أنواع ضرائب الضريبة الأولى عندنا هي ضريبة المرتبات ودي لو ضريبة حضرتك أنت عندك موظف حكومي أو قطاع خاص يستقطع من مرتبك جزء كضريبة طبعا هندرسها برضو تاني إحنا شرحناها قبل كده وإن شاء الله فيه مراجعات وفيه برضو شرح تاني على الأجزاء اللي قبل كده الجزء التاني مهم جدا ضريبة النشاط التجاري والصناعي ودي بتكون على المباني السكنية أو الأراضي المقسمة للبيع ونفهمها لما يكون حد عنده عمارة وبيبدأ يبيع العمارة دي الشوء بتاعتها تحسب عليه الضريبة إزاي الدرس التالت والمهم معنا هو ضريبة المهن الحرة أو المهن الغير التجارية ودي بتكون لتلت مهن عندنا يعني لما يكون موظف مثلا دكتور أو محاسب أو مهندس وعايز يحسب عليه ضريبة على نشاط إضافي بيعمله يعني أنا لو جيت قلت أنا دكتور الصبح في مثلا في مستشفى بعد الظهر عندي عيادة فالعيادة بتاعت دي المفروض إن هي إيه تحسب عليها ضريبة وهنا أخدها إن شاء الله خلال الحلقات القادمة وبرضو عايز أن نوع إن إحنا بنتابع حلقات قناة مصر التعليمية على اليوتيوب على برضو نفس الاسم قناة مصر التعليمية لو في حاجة فيتانة أو في أسئلة هتطرحوها إحنا معاكم إن شاء الله وهنسعيكم طيب الجزء الثالث أو الرابع معنا اللي هو ضريبة إيرادات السروة العقارية إيب إحنا كده قلنا أربع ضريبة ضريبة مرتبات ضريبة نشاط تجاري وسناعي والجزء الثالث ضريبة المهن الحرة ثم رابعا إيرادات السروة العقارية ثم ضريبة إيرادات النشاط التجاري والصناعي للأشخاص الاعتبارية والخاصة بالشركات وسادسا وأخيرا ضريبة القيمة المضافة هنبدأ معكم ان شاء الله بإذن الله دلوقتي على الجزء المهم جدا من درسينا النهاردة وموضوع الدرس بتاعنا النهاردة هو الضريبة على إرادات النشاط التجاري والصناعي نبدأ نركز شوية نجاهز أدواتنا نبدأ نحاول نحل كتير قلت اعتمادك أساسي على كتاب المدرسة وعلى القنوات الأساسية اللي هي قناة مصر التعليمية اللي هي الوزارة بتنزلها والمنصات التعليمية تعتمد اعتماد أساسي على الشرح المبسط عليكم ونتبدأ ان شاء الله نكونوا وقفين معكم لحد ما تحقق وحلمكم بإذن الله في الوصول للجمهة أول درس النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيه اللي هو ضريبة النشاط التجاري والصناعي وقلنا ضريبة النشاط التجاري والصناعي في الأول الضريبة قبل ما هبدأه هبدأ الأول على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وقلنا أنواع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تفرض الضريبة على مجموعة صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم تمام في مصر ويتكون مجموعة صافي الدخل المصادر الأتية مرتبات وإرضات نشاط تجاري وإرضات مهان غير تجارية وإرضات الصر والعقرية اللي أنا قلت عليها قبل كده اللي هي الخاصة بالجزء بتاعنا او الاربع موضوعات الاولانيين ثم بعد كده ثانيا الضريبة على الاشخاص الاعتبرية ادي رقم خمسة ثم بعد كده الضريبة على القيمة المضافة قبل ما هبدأ لازم شرط اساسي اعرف ايه معنى شرائح الضريبة شرائح الضريبة دي من الحاجات المهمة جدا 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 اللي احنا بنحل التمرين على اساسها وليه بتيجي سؤال احسب الضريبة المستحقة طيب معنى ايه الكلام ده نبدأ نقرأ كده مع بعض يقصم دخل الممول الى عدة شرائح ويفرض على كل شريحة منها سعر معين مثال ذلك سعر الضريبة على دخش اشخاص تبعين تبقى للقانون 91 سنة 2005 وتتكون الشرائح مما يلي حبيب اقول لكم حاجة مهمة جدا اللي هي الشرائح دي بتيجي في التمرين المعظمة عندنا ست اسئلة ممكن في الست اسئلة يطلب منك معنى ايه شريحة ضريبية افهمالكم الاول قبل مبدأ الجزء بتاع ايه شرحة ضريب بتاعت شريحة ضريبية الضريبة عندنا من صفاتها او من الخصائص بتاعتها انها تصعودية يعني ايه الكلام ده يعني انا لو واحد دخله عشر تلاف هحسب عليه ضريبة اقل طبعا بكتير قوي من واحد دخله مليون او خمسمائة الف او ستمائة الف لو انا عندي المبلغ كبير يقسم الى شرائح بمعنى ايه يقسم الى شرائح يعني لو انا عندي مبلغ من المال او اراد صافي او صافي دخل او بنسميه ضريبة على شخص معين حقق مبلغ مية وخمسين الف همسك المية وخمسين الف دي ابدأ اجزاءها الى اقسام او الى اجزاء وكل جزء ليه نسبة معينة من الضريبة يعني انا عايز اقول هبدأها ازاي انا بقولنا افترض مثلا كده من عندي ان انت عندك صافي ربح مية الف جنيه باخد من مية الف جنيه دول تمن تلاف جنيه مبلغ يعفى من الضريبة يعني المية الف لو انا شلت منهم تمانية هيتبقى تنين وتسعين الى تين وثنين البقين دول بقى باخدهم على اجزاء يعني مثلا اول حاجة هاخد من تنين وتسعين الف اتنين وعشر الف جنيه اضربهم في عشر على مية ادي اول خط ثم بعد كده هاخد خمستاشر الف اضربهم في خمستاشر على مية هوضح لكم الشريحة دلوقتي ترتيبها ازاي والجزء ده مهم جدا وهو مش محتاج غير حفظ النسب والارقام بتاعته ثم بقى الحاجات سهل تجيبها عشان برضه وضحها لكم في التمارين لو ابنتنا وان شاء الله تبدأوا تركزوا شوية في موضوع الشريح قبل ما ابدأ في ايه في الدرس بتاعنا اللي انا قلت عليه النهار هبدأ دلوقتي معاكم في الجزء الاول من تحديد الشرائح بصوا كده معايا من واحد لتمن تلاف شريحة معفاة لا تحسب عليها ضريبة من تمن تلاف لتلاتين الف بسهر عشرة في المية طب حضرتك لو جبت الالة او حضرتك جبت الالة ترحت تلاتين الف من تمن تلاف هيتبقلك تمانية وعشر اتنين وعشرين الف لتنين وعشرين الف دي حضرتك هتضربها في عشرة عالمية هيتديك الفين ومتين ادي اول جزء ثابت معك تحفظه اول شريحة بعد التمن تلاف لما تترحم اتنين وعشرين الف في عشرة عالمية مبلغ حط بقى المبلغ معك كم ايا كان اللي انا هقول عليه ده ثابت في اي تمرين ثم بعد كده باخب من المبلغ المتبقي خمستاشر الف جنيه بضربهم في خمستاشر عالمية هتديني الفين متين وخمسين ثم مية خمسة وخمسين الف في عشرة عالمية هتديني واحد وثلاثين الف ما زاد عن ذلك يضرب في اتنين وعشرة ونصف عالمية ويبقى الشريحة كده عندنا عندنا تلت ارقام ستين اتنين وعشرة الف خمستاشر الف مية خمسة وخمسين الف نضرب اتنين وعشرة الف في عشرة عالمية سابتة ثم خمستاشر الف في خمستاشر عالمية سابتة برضو معايا ثم بعد كده مية خمسة وخمسين الف في عشرة عالمية اللي يزيد عن كده هيتضرب في 22.5 علامات نبدأ بقى في الضريبة على إراضات النشاط التجاري والصناعي نفهم موضوعها إيه والدرس بتاعنا بيتكلم عن إيه عشان نبدأ نفهمها ونبدأ نحلها الأنشطة التجارية والصناعية التي تدخل ضمن وعاق الضريبة مثل أرباح المنشآت التجارية والصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة الذين يمارسون أعمالا أو أنشطة مستقلة مثل النجار والحداد والنقاش والأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة تمام؟ وبعد كده الأرباح التي تحققت أو تحقيقها السماسرة والوكلاء بالعمولة وأرباح تأجير المحلات والآلات وأرباح نشاط النقل بأنواعه وده جزء نظري على الضريبة على إراضات النشاط التجاري والصناعي أولا إحنا عندنا الضريبة نوعين ضريبة النشاط التجاري والصناعي ده نوعين إما أرباح شراء وتشيد العقارات بقصد بيعها العمارات السكنية أو أراضي تقسم للبيع أنا نفسي وعايز أوضح معكم دلوقتي نقطتين مهمين الدرس ده ليه شكلين يعني ليه تمرينين في الامتحان واحد منهم ييجي ممكن ما يجيش خالص مش شرط إحنا عارفين الامتحان ممكن يجي خمس أسئلة يستبعد جزء من ده فأنا عايز برضو أوضحناك الامتحان بيجي أسئلة ممكن سؤال يجي ألفه به وفيه سؤال بيبقى متطور على هيئة اختار طب أنا بتكلم دلوقتي على إراضات النشاط التجاري والصناعي ليه شكلين إما مباني سكنية أو عمارات سكنية أو أراضي تقسم للبيع أنا كده عايزكم تركزوا فيهم إما مباني سكنية أو أراضي تقسم للبيع لو مباني سكنية وأراضي تقسم للبيع طريقة الحل متشابهة بس النهاردة إن شاء الله نحاول على قد ما نقدر ناخد ثلاث تمرين أو نبدأ نوضح لكم أكتر في الجزء بتاع نشاط التجاري والصناعي عشان لو أي سؤال يبدأ حضرتك أو حضرتك تحله وإنت مستريح طب أنا عايز بالوقتي تركزوا معايا على أول جزء معنا اللي هو العمارات المبنية أو السكنية اللي هي الشواء المبنية احنا بنسميها إيه العمارات السكنية أو الشواء السكنية هنبدأ دلوقتي وناخد تمرين على العمارات المبنية أو السكنية ونبدأ نطبع ونشوف التمرين بيتحل إزاي وياريت تجيبوا ألم ورقة وتركزوا وتكتبوا معايا وتبدأوا تحلوا وتمرنوا نفسكم بكررها كتير جدا على كتاب تمرين كتاب المدرسة آخر كل فصل وتمرين محلولة وتمرين بيحلها الطالب مع امتحانات هتلاقي السنة معاك ماشي كويس جدا ما تدقش تأخر مذاكرتك لآخر السنة بتلاقي نفسك مضغوط ودي يا جماعة محاسبة ومحاسبة الضرائب برضو من قلت تاني بتحتاج تغيير وتفكير وتطور وانا برضو بدعو زميل الأعزاء مدرسين نحاول كلنا نمرن الطالب على أفكار جديدة على فكرة بحاجة معينة ممكن التمرين ده يجي بشكل معين منهاردة برضو جايب لكم تمرين مش موجود في كتاب المدرسة بس تجيب في الانتحانات السابقة قبل كده نبدأ نركز فيه شوية وتبدأ تركزه معايا ونبدأ الأول كده على بركة طلاب التمرين الأول وازاي نحله مع بعض على إرادات النشاط التجاري والصناعي أولا قال لي تمرين واحد قال مقاول أحمد سامي يعمل في مجال تشييد المباني السكنية ركز معايا هو هو حدد تشييد المباني السكنية بغرض البيع وتحقيق الربح قام بشراء قطعة أرض مساحتها 500 متر مربع بسعر المتر 1000 جنيه وذلك بغرض إقامة عمارة سكنية عليها مكونة من 12 طابق العمارة 12 طابق يتكون كل طابق منها من شقةين شقة كبيرة مساحتها 300 متر وشقة صغيرة مساحتها 200 متر ركزوا معايا قوي على حاجتين أو التمرين بتاعنا محتاج حاجات أساسية وتركزوا فيها أول حاجة دي مباني سكنية يبقى عرفنا أن التمرين ده على المباني السكنية الحاجة التانية قام بشراء قطعة أرض مساحتها 500 متر يبقى مساحت الأرض 500 متر والمتر بيتباع ب1000 جنيه ركزوا معايا قوي على المساحة وعلى السعر وفي شقة صغيرة متين متر يبقى الخمسمية متر كده تقسمه لشقةين حد يقول لها مصر طب وممكن يجي في الامتحان يقول إن الشقة كبيرة متين والصغيرة مية وخمسين أو كده مفيش مشكلة حسب المساحة بس إحنا الأول بنحسب الأرض ونشوف لإيه المساحة بتاعتنا قد إيه تكريفة البناء بتاعتنا عمولة وصمصرة ورسوم تسجيل وتكاليف استخراك ترخيص وتكاليف مباني وعمال صحية فإذا علمت أن المقاول قام ببناء العمارة 12 طابع باع منها 10 شقة كبيرة بسعر الشقة متين وخمسين وتسع شقة صغيرة بسعر الشقة مية وخمسين المطلوب معنا تحديد تكليفة الشقة الكبيرة والصغيرة والضريبة المستحقة وتحديد ربح الممول فوق الضريبة علما بأن المصروفات البيئة والإدارية أربعة وتسعين ألف وحساب الضريبة المستحقة على الممول قبل ما أبدأ حل تمريني عايزكم تركزوا في الكلمتين اللي أنا أقوله الدرس ده إحنا قلنا بينقسم الجزئين الجزء الأول إما عمارات مبنية أو سكنية شواء سكنية أو أراضي مقصمة للبيئة إحنا كده عندنا نعين وتركزوا فيهم قوي النوع الأول عندنا اللي هو العمارات المبنية والسكنية طب حضرتك محتاج تبني عمارة تركز معي بقى وتحاول تفهم ما تحاولش تحفظ المد عندنا عايزين نبني عمارة سكنية أول حاجة بنفكر فيها نقول إيه أيها المفروض أن تقول أن إحنا بنشتري الأرض طب حضرتك محتاج تشتري أرض مش أنت بتشتري الأرض بتشوف المساحة قد إيه وتشوف المتر بكم يبقى دي أول حاجتين أساسين عندي في التمرين المساحة والسعر ركز معي تاني العمارة تبنيه حضرتك كم دور قال لي 12 دور أو 12 طابق يبقى إحنا عندنا 3 معلومات مساحة سعر عدد الطابق طيب أنت اشتريت أرض ابدأ بقى حضرتك ابني في العمارة بقى العمارة ده بيحتاج مصروفات من عمولة وصمصرة وترخيص وتكاليف بناء ومصروفات نجارة ومصروفات سيانة كل الحاجات دي كلها أربع مصروفات ممكن يجو لك وممكن يكونوا تلات مصروفات في التمرين وممكن يكونوا مصروفين وممكن يكونوا مصروف واحد إزاي بقى يا مستر إزاي حضرتك تقول لنا إن هو ممكن يجو أربعة أو تلاتة ممكن أجيب لك عمولة وصمصرة لوحدة ورسوم تسجيل لوحدة وتكاليف السخراج ترخيص لوحدة وتكاليف البناء لوحدة كده اربعة وممكن اجيب لك كلهم كان اجمالي تكلفة البناء بمبلغ واحد لازم برضو افكر ان التمرين ممكن يجي لي اربع مصروفات او تلاتة او اتنين او مصروف واحد ايا كان التمرين انت بتتعامل مع المعطيات اللي مدهلك في التمرين الراجل بعمل اتنشر دور دول خلي بالك الطابق على شقة تين شقة كبيرة وشقة صغيرة فحضرتك العمارة اتنشر طابق فيهم اتنشر شقة كبيرة واثنشر شقة صغيرة يعني العمارة تحتوي على اربعة وعشرين شقة طيب راجل حضرتك او صاحب او الممول باع العمارة او باع الشقق اللي في العمارة باع عشر شقق من الشقق الكبير مش شرط يجيب لك في التمرين ان هو بيبيع العمارة كلها رقم اتنين باع من الشقق الصغيرة تسعة ودي لها سعر ودي لها سعر طيب طريقة الحل ازاي جات لك البيانات قلت تركز على اول حاجة الساعة ثانيا المساحة بتاعة الارض وتضرابهم في بعض ثم عدد الطوابق قدي ايه وتجمع مصرفاتك وزي ما هوريكم في التمرين دلوقتي طريقة الحل بس ركز معايا المساحة في التمرين عندي خمسمية متر والمتر يتكلف الف جنيه وسالسا عدد الطوابق اتناشر ثم المصرفات سهل ان احنا نجيب ارقامها او البيانات الموجودة معا لو ركزت كويس وعرفت الطريقة بتتحل ازاي بقى التمرين بالنسبة لك سهل جدا يلا بنا كده نشوف التمرين طريقة حاله ازاي ونحاول نحلو مع بعض على اساس الخطوات والبيانات اللي هو الدهنة طيب رقم اتنين احنا قلنا تكلفة الشقة بصوا كده معايا جماعة رقم واحد سمن شراء الشقة الارض اول حاجة انت بتفكر تشتري الارض بقدي ايه فسمن شراء الارض طالع معايا بمبلغ كام المساحة في السعر مساحة الارض وخمسمائة متر والسعر الف جنيه للمتر هيطلع خمسمائة الف جنيه تكلفت العمارة اربع مصروفات عامل قدامهم علامة زاد انا بقش المفروض ان انتوا تجيبوا قلم وورقة وتحلوا معايا تمرانوا اديكم عمولة وصمصارة بخمسة وسبعين الف رسوم تسجيل بمية خمسة وعشرين الف تكاليف استخراج الترخيص بمية وخمسين الف وتكاليف مباني وعمال صحية ونجارة مليون ونص طيب ركزوا معايا في الارقام اللي انا بقولها دلوقتي عشان ما تلغبطوش نفسك دول كلهم الاربعة دول اللي قدامهم علامة زائد موجودين من التمرين وانا ضربت المساحة في السعر اداني التكلفة طيب هجمع الخمسمائة الف ركز بقى معايا في في ناس او او طلبة وطالبات بيجمعوا من اول عمولة لا انا بجمع من اول تمن الارض ما العمارة بتتكلف الارض والمصروفات اللي اتصرفت عليها خمسمائة زائد خمسة وسبعين زائد مية خمسة وعشرين زائد مية وخمسين زائد مليون ونص تدينا اتنين مليون تلتمية وخمسين ده اسمه اجمالي تكاليف العمارة الجزء التاني بقى ازاي نحسب الشواء المبنية في العمارة الشواء المبنية بتتحسب مساحة كل شقة في عدد الطوابق طبعا المفروض ان هم تلتمية في اللي في التوابق بتاعتنا اطناشر ومئتين في اطناشر المفروض تلات تلاف والفين هتدينا المساحة خمس تلاف متر هل حضرتك هتجيب تكلفة المتر الواحد ازاي اجمالي تكاليف القليل العمارة على مساحة العمارة يعني اتين مليون تلتمية وخمسين على خمس تلاف تدينا ربعمية وسبعين جنيه للمتر المتر الواحد تكلف ربعمائة وسبعين جنيه. انا عايز بقى دلوقتي عندي شقةين. عندي شقة كبيرة وشقة صغيرة. بص يا فن. تكلفة الشقة كبيرة عددها او مساحتها تلتميت متر. والمتر واقف علي بربعمائة وسبعين جنيه. وتكلفة الشقة الصغيرة متين متر. والمتر واقف عليها بربعمائة وسبعين جنيه. يبقى اول شقة كبيرة تكلفتها مية واحد واربعين الف. والشقة الصغيرة تكلفتها تسعة واربعين الف. كده جبت تكلفة الشقة الكبيرة والشقة الصغيرة. حابب بقول عن النقطة دي برضو حاجة مهمة جدا عشان تفهموها. احنا عندنا عمارة ضربت مساحة في سعر اداني خمسمائة الف. وجماعت عليها اربع مصاريف اداني متين خمسة وتلاتين الف. طب عدد الطابق في العمارة كام? اتناشر متر اتناشر طابق كبيرة والصغيرة. فحضرتك هتضرب مساحة الشقة الكبيرة في عدد الطابق ومساحة الشقة الصغيرة في عدد الطابق هتديك اجمالي مساحة العمارة كلها. يعني العمارة كلها مساحتها كم متر. لما بتقسم اجمال التكاليف اللي صرفتها على العمارة على مساحة العمارة كلها بالطابق بتاعتها هيطلع عندك تكلفة المتر الواحد. لو هطلع عندنا ربعمية وكم? ربعمية وسبعين جنيه للمتر الواحد. طيب عايزين نحسب كل شقة تكلفتها قد ايه? شقة الاولانية تكلفتها موجودة معايا بعدد 300 متر والمتر مكلفني في العمارة 470 جنيه يبقى 300 في 470 هيطلع رقم 141 ألف ده الشقة الكبيرة وقفة على الممول أو صاحب العمارة بمبلغ 141 ألف والشقة الصغيرة 200 متر والمتر بـ 470 جنيه هيطلع المتر الواحد أو العمارة مكلفة أو الشقة الصغيرة مكلفة صاحب العمارة 94 ألف جنيه طيب دلوقتي بعد ما حسبنا تكلفة الشقة كبيرة والشقة الصغيرة هنيجي لآخر جزئية أو الجزئية قبل الأخيرة في التمرين وهي حساب وعاء الضريبة أو صف الربح المحقق للممول من بيع العمارات السكنية تعال نشوف كده مع بعض الجزء الأولاني تحديد ربح الممول طيب تحديد ربح الممول اللي تحسب إزاي رضاة بيع الشقة عشر شقة كبيرة الشقة بـ 250 ألف جنيه هو قال لك كده 8 الشقة الوحدة 250 ألف جنيه في الشقة الكبيرة وباع منها 9 شقة صغيرة بـ 150 ألف جنيه المبلغ الأولاني في الشقة الكبيرة هيطلع 2 مليون ونص والمبلغ الثاني 1.350.000 أجمعهم مع بعض يدينا 3.850.000 141 ألف هتطلع 1.410.000 9 شقة صغيرة فـ 94 ألف تكلفة الشقة الصغيرة هتطلع 846 ألف يجمع مع بعض يدينا 2.256.000 يترح إرادات بيع الشقة اللي هي 3.350.000 نقص تكلفة الشقة المباعة اللي هي 2.256.000 هتترحم هتدينا مجمل ربح 1.594.000 ثم أطرح منها مصروفات بيعية وإدارية ودي موجودة فين موجودة في التمرين اللي فات بصوا أهو الجزء ده بتاعنا أهو قال لي تحديد ربح الممول والمصروفات العلما بأن المصروفات بيعية وإدارية 94 ألف طبعا إحنا نمسك ده كله ونبدأ إيه نشوف المبلغ بتاعنا المصروفات البيعية وإدارية بكام 94 ألف هيطلع صاف الربح بتاعنا مبلغ مليون ونص طيب ده اسمه تحديد ربح الممول أو الجزء الخاضع للضريبة تعالوا بقى نحسب الضريبة أو الشريحة الضريبية إزاي بصوا يا جماعة تركزوا معايا قوي في الأرقام دي عشان تفهموها إحنا عندنا مبلغ مليون ونص شلنا منه 8000 اتبقى مليون 492 ألف ده المبلغ المتبقي ده اللي يتحسب على أساسه الضريبة نركز بقى في الأرقام الـ 22000 الأولى الشريحة الأولى في 10% بـ 2220 والـ 15000 الثانية في 15% بـ 2250 المية 55000 الثالثة في 20% بـ 31000 عايزة ركز على الثلاث أرقام دول سبتين فأي تمرين يعني لو طلب منك الثلاثة دول حسب الشريحة ما تعد مبلغ معين المبلغ ده لازم يكون أكتر من 192 ألف عشان مجموعهم لو المبلغ اللي احنا بنجيبه أكتر من 192 ألف هنعمل الثلاثة شريحة الأولى 22 والشريحة التانية موجودة عندي بكام 22000 في 10% بـ 2200 و 15000 بـ 15000 على المية بـ 2250 والشريحة التالتة 15500 في 20 على المية بـ 31000 نركز الثلاثة أرقام دول بالنسب بتاعتهم بالأرقام سبتين المشكلة بقى كلها فرابعا كلمة الباقي حضرتك كان معاك مليون ونص من الجدول اللي فات اللي هو صاف الربح وطرحنا منه 8000 إدانا 194000 ثم بعد كده طرحنا المبلغ التاني مجموع بقى بص كده معايا 22000 و 15000 و 15500 هتديك 192000 يعني الثلاثة أرقام دول مجموعهم 192000 طب الرقم اللي فوق كان معاك اللي هو الصاف اللي انت بعد ما خصامت الشريحة او الضريبة معاك 8000 مية او مليون ربعمية وتنين وتسعين الف هتطرح مليون ربعمية وتنين وتسعين الف من مية وتسعين الف واللي يطلع اضرابه في 22.5 عالمية هيدك اه 29000 او او 2.9200 او او 22000 هنجمع 22000 زائد 2250 زائد ضريبة على الشواء السكنية وقلت انت تركز وانت بتحل عشان تجيب اه التمرين بطريقة كويسة خطوات عليها طبعا درجات مهمة وتبدأ تحل تمرينك بخطواتك هقول بس كده تركيز فيه قبل ما ابدأ على الجزء التاني بتاعي لما تيجي تحل التمرين اللي هو خاص بعملية مباني سكنية ثم مباني سكنية ثم بيعها انت عندك عمارة وبعد كده هتبيعها بتتقسم العمارة الجزئين قلت تاني عبارة عن شقة كبيرة وشقة صغيرة وفي الحالة التانية برضو المهمة جدا لازم تعرف العمارة دي تتبانت بقدقين فبتبدأ تحسب رقم واحد مساحة العمارة في السعر بتاعها هيديك مبلغ وتضيف المصروفات اللي جايلك في التمرين جايلك اربع مصروفات هضيفهم تلاتة هضيفهم مصروفين هضيفهم حتى لو مصروف واحد واللي يطلع يبدأ اجمالي تكلفة العمارة كلها ثم تجيب العمارة عدد الطابق قام طابق معاك اللي هو مدهولك في التمرين قام الممول ببناء العمارة 12 طابق الاثناشر طابق ده تبدأ تضربه في مساحة الشقة الكبيرة والشقة الصغيرة فهيديك كل شقة مساحتها نفترض انا من عند انا كده الشقة بتاعتي عبارة عن تلتميت متر كبيرة وانا باني عشر طوابق يبقى تلتميت متر في كل طابق يبقى الشقة كبيرة تلات تلاف والصغيرة نفس الكلام لو متين متر يبقى الفين تجمع الاتنين مع بعض تمام يبقى عشان تركز شوية في التمرين وتحله كويس لازم تحلها زي ما قلتلك بخطوات بطريقة سهلة هتبدأ معاك العملية سهلة جدا كتاب المدرسة فيه تمرين فيه تمرين تدريب للطالب فيه تمرين مش محلولة وفيه نمازج في اخر الكتاب وفيه نمازج طبعا امتحانات سابقة تمرن نفسك على قد ما تقدر المحاسبة محتاجة تدريبات وتحل وتبدأ تطبق كتير ما تعتمدش على فهمك لو انت شاطر وكويس وتمام التمام وبتبدأ تفهم في شرح المدرس بتاعك لازم تطبق بأيديك عشان خاطر العملية تبقى سهلة بالنسبة لك وما تنساش بسرعة لان الكتابة او الحل التمرين لنسبة كبيرة جدا من تركيز الطالب في فهم الايه فهم الدرس بتاعه او الموضوع اللي بيتشرحه نبدأ بالجزء التاني دلوقتي اللي هو الاراضي المقسمة للبيع ثم ناخد برضو التمرين تاني عليها ان شاء الله لو في وقت ونبدأ انه خلص الجزء بتاعنا المهم جدا وهو الخاص بيئة ضريبة على الاراضي المقسمة للبيع احنا شرحنا مباني سكنية ودلوقتي هناخد ايه اراضي مقسمة للبيع تعالوا مع بعض كده نشوف التمرين بيتكلم او بيتحلل ازاي عشان نبدأ ان نطبق عليه طيب تمام المهندس يوسف يعمل في مجال شراء الاراضي وتمهدها بغرض بيعها فاذا علمت ان قام بشراء قطعة ارض مساحتها في مجال بقى يوسف ده يعمل في مجال شراء الاراضي شوفوا حدد لنا ازاي ده شراء اراضي وتمهدها بغرض بيعها فاذا علمت ان قام بشراء قطعة ارض مساحتها واحد مليون متر مربع بمبلغ عشرين مليون ركزوا هنا ما جاب ليش سعر المتر هو جاب للتكلفة على طول ودي بتسهل عليها التمرين قوي قد بلغت المصرفات عمولة وصمصرة وأتعاب قانونية ومصرفات تمهيد ونفقات توصيل برضو أربع مصرفات إذا علمت أن المساحة المعدلة لبناء من الأرض بعد تقسيمها 800 ألف متر مربع تم بيع 600 ألف متر مربع بسعر 50 جنيه للمتر وتم تسجيل كل عماية البيعية وبلغت مصرفات الدعاية والإعلان المصاريف والمالية والغيرها 200 ألف جنيه طيب هنبدأ دلوقتي نشوف تحديد ربح المتر المربع وتحديد ربح الممول وحساب الضريبة المستحق تعالوا بقى مع بعض نفس خطوات حل التمرين اللي فات ونشوفها بتتحل إزاي تحديد تكلفة المتر المربع أجمال تكلفة الأرض سمن شراء الأرض جاي جاهز جاي بعشرين مليون مش هبدأ أضرب لمساحة في سعر ولا أي حاجة بس في بعض التمرين في امتحانات دبلوم سنوات سابقة جاب لهم على الأراضي مساحة في سعر التمرين كان بيقول إن مساحة الأرض 15 ألف متر وتقريبا كان سعر المتر على ما أتذكر ألف جنيه يعني ب150 ألف فلازم يا إما يجي لك ما أنا بقول لك بقى لازم تكون متنوع وتبدأ تفكر طالما ما جاب لكش المبلغ جاهز أنت حضرتك بتبدأ تحل التمرين بتاعك على أساس إنه مساحة في سعر قطوة تانية عملة وصمصرة أتعاب قانونية دي المصرفات مصرفات تأمهيد وتقسيم وتسوية الطرق ونفقات توصيل المرافق والطرق إجمال تكلفة الأرض 24 مليون إجمال تكلفة الأرض كام 24 مليون طالب منكم حاجة تركزوا فيها في التمرين ده عشان تعرفوا تحلوه ويبدأ معاكم التمرين بالنسبة لكم سهل جدا مش محتاج حاجة الجزء التاني بتاعنا تكلفة المتر من الأرض بيساوي إجمال تكلفة الأرض على المساحة المعدة لبناء إحنا دلوقتي إجمال تكلفة الأرض طالع عندنا 24 مليون جنيه وقال لك المساحة المعدة للبناء اللي هو ممكن يتبني عليها 800 ألف متر طلع تكلفة المتر ركز في الرقم ده بتلاتين جنيه طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة التانية وهو جدول تحديد ربح الممول أراد بيع الممول قال لك قام الممول ببيع 600 ألف متر مربع المتر الواحد بخمسين جنيه يعني هو هيبيع 600 ألف متر مربع هو قال لك كده في التمرين خمسين جنيه المتر الواحد هيطلع بتلاتين مليون ثم تكلفة الأرض 600 ألف متر مربع في تلاتين جنيه تكلفة المتر الواحد هيساوي 18 مليون طيب مجمل الربح يساوي إيه؟ ربع الأرض نقصت تكلفة الأرض المباعة طرحتهم تلعوا 12 مليون وفيه مصرفات بيعاوة إدارية طالع عندي بـ 2 مليون قال لي في التمرين إذن صاف ربح أوعاق الضريبة بعشرة مليون نعمل إيه؟ نفس التمرين اللي فات نقول له حساب الضريبة المستحقة على الممول 110 مليون ناقص 8000 هيدينا 9992 ألف أبدأ أقول له تاني ركزه شفت التكرار إزاي؟ 22000 في عشر على مية بـ 2200 15000 في التالية في 15 على مية بـ 2250 155000 في عشرين في المية بـ 31000 ثم الباقي ركزه تاني بقررها 22000 زائد خمستاشر زائد مية خمسة وخمسين يدينا 192000 المية تنين وتسعين ألف بتاعتنا دي تترح من المجموع أو التوتل بتاعي اللي هو 9 مليون تسعمية وتسعين ألف هيطلع مبلغ هضربه في نسبة معايا 22.5 عالمية هيطلع 2 مليون 200.5 ألف أجمع بقى 2200 2250 31200 أو 2 مليون 200.5 ألف هيطلع 2 مليون 240.450 ودي إجمال للضريبة المستحقة على مين على الممول أنا كده اعتبر آآ خلصت معاكم تمرينين على الجزئين الخاصين بضريبة إرادات نشاط تجاري والصناعي اللي هو بالنسبة لنا أول حاجة زي ما قلنا ضريبة العمارات المبنية أو السكنية والجزء التاني بتاع أراضي مقسمة للبيع سواء التمرين ده جايلك أو جايلك الطريقتين سهلين أحسب الضريبة بتاعتهم بالشرائح اللي أنا شرحتها في الأول وأبدأ أطبق على التمرين بتاعي بالخطوات قلت تاني إما يجيب لك مساحة في سعر لو أنت عايز مساحة الأرض أنا هبني عمارة فأول حاجة هفكر فيها أن أنا هشتري إيه هشتري أرض فوضرب المساحة في السعر فيه في التمرين بتاع الأراضي المقسمة للبيع ما بيجيب لكش سعر أرض أو المتر فبيجيب لك المبلغ جاهز سواء جاب لك الطريقة دي أو الطريقة دي بالنسبة لك الطريقة سهلة مش محتاجة حاجة هرجع معكم ثانية بسيطة كده في التمرين مش هياخد معي دقيقتين بالظبط تبدأوا تشوفوا في امتحان سنين قبل كده جاء التمرين بالشكل ازاي وبيتحل ازاي تعالوا كده نبصوا مع بعض التمرين الأولين بتاعنا أو التمرين الأخير بيقول إيه المهندس حسام غالي يعمل في مجال شراء الأراضي وتمهيدة بغرض البيع ركزوا كده قام بشراء قطعة أرض بلغت جملة تكاليفها من سمن الأرض ركزوا بقى سمن الأرض هو وعملة شراء ومصاريف تمهيد وتسجيل ومرافق 3 مليون يبقى ده جاب لي إجمال الأرض كلها على بعض ولا جاب لي مصاريف ولا جاب لي مساحة ولا جاب لي سعر هو جاب لي بس المساحة المعدة البناء 500 ألف متر مربع تم بيع ربعمية ألف متر بسعر 100 جنيه المتر وبلغت مصروفات الباعية طبعا المطلوب إحنا عارفينه بصوا بقى إجمال تكلفة الأرض جاهز في التمرين 3 مليون إذن تكلفة المتر الأرض الصالحة بتساوي إجمال تكلفة الأرض على المساحة المعدة البناء يعني 3 مليون على 50 ألف متر هيدينا 60 جنيه ثم بعمله الجدول اللي إحنا لسه إلينا عليه دلوقتي اللي هما 40 ألف متر مربع في 100 جنيه هيطلع بربعمية ألف وتكلفة الأرض المباعة ربعمية ألف متر مربع ده ثمن أو المساحة المعدة أو اللي هي هتتباع في 60 جنيه المتر الواحد طلع بـ 24 أو 2 مليون وربعمية والتاني ده 4 مليون هيطلع الفرق 1.6 مليون في مصروفات الدارية وبيعية 100 ألف جنيه يبقى الناتج بتاعنا مليون ونص ده الصافي بتاع الربح بتاعنا بنرجع بعد كده لحساب الضريبة المليون ونص خلاص إحنا حفظنا هو أو فهمنا هنترح منهم 8000 جنيه يدينا مليون ربعمية تنين وتسعين ثم تاني بكرره شريحة أولى تانية تالتة بأرقامها سابتة 22000 في 10 عالمية 15000 في 15 عالمية 15500 في 20 عالمية بالأرقام بتاعتها 2200 2251 والجزئية كلها في الجزء الرابع اللي هو خاص بعملية الصافي بتاعنا اللي هو المبلغ اللي تبقى معايا مليون ربعمية تنين وتسعين ألف ناقص المية تنين وتسعين ألف دي جات منين خمستاشر 22000 زائد خمستاشر ألف زائد مية خمسة وخمسين ألف هتدينا 192000 هضربها في 22.5 عالمية هتديني 2222500 وزي ما تعودنا بجمع الأرقام لأربعة يبقى الضريبة المستحقة 32750 آخر جزئية معايا في بعض الأسئلة المتورة في محاسبة الضرائب قال لي مثلا الوجبة الغذائية والنقل الجماعي للعملين تعفى ولا تغضع عند حساب الضريبة على المرتبات طبعا تعفى تسر الضريبة على المبلغ التي يحصل عليها الأفراد والمقيمين خارج جهات عملهم على الأصلية بنسبة 10% ولا خمستاشر ولا عشرين طبعا عشرة ده على جزء بتاع ضريبة المرتبات اللي شرحناها في الحلقة اللي فاتت يشمل الأجر الأساسي ولا متغير على بدل طبيعة عمل وحافظ إنتاج وأجر إضافي طبعا ده ايه يعتبر الأجر المتغير إذا كانت العلاقة الخاصة غير مضافة للأجر الأساسي فإنه عند حساب اشتراك تأميل اجتماعي تضاف للأجر الأساسي ولا متغير دي شرحتها الحلقة اللي فاتت وقلت إن الأجر الخاصة لو مضافة تتحسب مع الأساسي لو غير مضافة تتحسب مع المتغير عند حساب اشتراك التأميل الاجتماعي فإن النسبة التي يحسب عليها الأجر الأساسي تابلو كام 13% والأجر المتغير بتتحسب نسب نسبته 10% احنا بنفكر بعض بس بعض الأسئلة على موضوع اللي احنا شرحناه عشان دي بتيجي سؤال متطور في المحاسبة لو كان إراد الشقة المباعة يبلغ مليون ونص وتكلفة الشقة المباعة 760 ألف وتبلغ المصروفات البعية 40 ألف فإنه صف ربح احنا بنقول إرادة الشقة في الجدوى المليون ونص باع شقة بمليون ونص اتكلفة الشقة عليه 760 ألف لو طرحتهم من بعض فيه مصروفات باعية بتترح منهم خدي المليون ونص شيل منه المصروفات أو التكاليف والتكاليف بتاعتك بتاع الشقة كلها ثم المصروفات للدارة الباعية باربعين هيطلع صف الربح بتاعنا 700 ألف يبقى الإجابة اللي في النص تسري الضريبة على الأرباح هيئي قناة السويس والهيئة المصرية العامة البترول بسعر ضريبي 20% ولا 40% ولا 30% طبعا 40% وفيه سامنا للأجناب المقيم في مصر مدة لا تزيد عن 182 يوم مستقلة متصلة أو منتقطعة خلال 12 أشهر تفرض عليه ضريبة ثم بعد كده برضو على نفس النمط لو في إرادة شواء مباعة يبلغ مليون ونص وتكلفة شواء المباعة تبلغ 760 ألف والمصرفات الباعية 40 ألف فإن الضريبة تبلغ نفس الكلام خلي بالكم في مليون ونص وتكلفة شواء مباعة تبلغ 760 وتبلغ مصرفات الباعية 40 فإن الضريبة المستحقة طبعا الضريبة المستحقة غير وعاء الضريبة نفس التمرين اللي فات بس هنترح منه الإعفاء المقرر تمن تلاف هيبقى الضريبة المستحقة ستمية وتسعين يعني نفس ارقام التمرين اللي فات اللي انا لسه شرحه في اختار كانت اختارت سبعمية المراضي اللي اختارت ستمية وتسعين لان اللي فات طلب مني صف ربح اما ده وعقد ضريبة بتاعنا اللي هو طبعا بنشيل منه تمن تلاف جنيه شريحة معفاة اخر جزء معانا او قبل كده تعفى ارباح منشأة صلاح الاراضي ومنشأة الانتاج الدواج للمدة خمس السنوات ولا عشر سنوات طبعا عشر سنوات ثم اخيرا يخصم في حدود واحد في المية ولا اتنين في المية من اشتراك التأمين الصحي على اجمال الاجر متغير اه كده اعزائي طلب الطالبات الدبلوم التجاري شعبة ادارة اه نرجو ان احنا نكون اه وفقنا في شرح الجزء او السؤال ده وان شاء الله مكملين معاكم في حلقات تانية بازن الله على شرح منهج الضرايب كاملا مع مراجعات برضو شاملة ويا ريت نشد حلنا شوية ونزاكر ونبدأ من اول السنة جد ونعتمد تاني على كتاب المدرسة وعلى اه طبعا حل اسئلة الامتحان وبرضو تابعونا ان شاء الله بننزل الحلقات مباشرة على قناة مصر التعليمية قناتكم المميزة وبرنامج مهم جدا مدرسة على الهوى وانحنا بنشرح لكم على الهوى دلوقتي طبعا ومعاكم ومستنين منكم على القناة على اليوتيوب اي استفسار خاص بمادة المحاسبة وربنا يوفقكم وان شاء الله تكونوا على خير دايما كان معكم استاذ محسن شريف معلم بوزارة تربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته